مرحبا بكم في هذا الدرس وفي هذا الخبر الجديد الذي سنتعلم فيه الكثير من الكلمات المهمة في اللغة الإنجليزية سنقرأ عنوان الخبر إندونيجا إيرلاين كانسل زفورتينين جيت بوين ديل 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 الصفقة جيت طائرة طائرة نفاتة إيرلاين شركة خطوط جوية كانسلز تلغي إذن هنا في شركة الطيران الجوية الإندونيسية تلغي صفقة للحصول على طائرات بوين تسعة وأربعين أو تسعة وأربعين طائرة بوين جاكارتا، إندونيجا إندونيجا's national carrier جارودا has told Boeing it will cancel a multi-billion dollar order for 49 Boeing 737 MAX 8 jets after two fatal crashes involving the plane قالت شركة النقل carrier carrier شركة نقل الوطنية national الإندونيسية والتي اسمها جارودا أفوان نطقتها من قبل جارودا لكنها تنتق جارودا أخبرت شركة بوين has told بوين بأنها ستلغي it will cancel طلبا بمليارات الدولارات multi-billion dollar يعني متعدد مليارات الدولارات multi تعني متعدد order طلب للحصول على طائرات بوين النفاتة 737 MAX 8 والتي يبلغ عدده 49 طائرة for 49 Boeing 737 MAX 8 jets after two fatal crashes بعد استضامين قاتلين two fatal crashes وفي هذه الحالة تحطم crash يعني تحطم تحطم طائرتين fatal قاتل involving the plane involving the plane مرتبطة بالطائرة هنا كلمة involving تعني أن هذه الطائرة هي التي استضمت أو تحطمت هنا in what is thought to be the first formal cancellation of the model in what is thought فيما يعتقد بأنه أول إلغاء to be the first formal cancellation cancellation إلغاء أول إلغاء رسمي formal رسمي لهذا الطراز أو لهذا النوع من الطائرة for the model we have sent a letter to Boeing requesting that the order be cancelled Garuda spokesman إكسان روزان said وقال المتحدث بإسم Garuda إكسان روزان spokesman spokesman المتحدث بإسم قال بأننا أرسلنا رسالة لبوين we have sent a letter to Boeing نطلب بأن يلغى الطلب requesting that the order be cancelled that the order be cancelled requesting نطلب طالبين في تلك الرسالة the reason is that Garuda passengers in Indonesia have lost trust and no longer have the confidence in the plane he said والسبب في ذلك the reason the reason السبب هو أن ركاب Garuda Garuda passengers في Indonesia فقدوا الثقة have lost trust have lost trust فقدوا الثقة and no longer have the confidence ولم ولم تعد لليهم الثقة and no longer have the confidence and no longer have the confidence in the plane في الطائرة يعني فقدوا ثقتهم في الطائرة سأطرح عليكم بعض الأسئلة يعني ثلاث كلمات سأختارها من هذا النص وأحاول أن تكتب معناها في الأسفل دون إعادة النظر دون ترجمة أو إعادة النظر في الفيديو سأختار بشكل عشوائي بعض الكلمات التي أعتقد أنها ستكون صعبة Carrier Fatal Fatal Carrier Fatal و Spokesman Spokesman شكرا لكم على المشاهدة وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس إلى اللقاء